ولا يمكن يعني يكون ده نمط تفكير تأموري يعني هنخلينا نبدل نية الحسنة ونقول ان الراجل هو اختار هذا اليوم للمجاي وبعدين جاي عمل مؤتمر صحفي جميل والحقيقة انه وقف المؤتمر الصحفي وعد بمئة وخمسين مليون دولار لأفريقيا وللدول النامية ان هم يساعدهم في تحسين ظروف المناخية وبرضه قال ان احنا هنوقع اتفاقيات مع مصر قال ان مصر شريك استراتيجي عظيم وان احنا فرحانين جدا المؤتمر قال كده باللفز يعني ان احنا مصطين ان المؤتمر بيقعد في مصر وبهذا الزخم وان احنا بنأمل ان مصر تقود افريقيا وتقود الدول النام في افريقيا والعالم العربي لتحسين الظروف المناخية يعني الكلام بتاعه كان كله ايجابي وكان كلام في قامة رئيس سيسي برضو ايجابي كله ان هو رده قال ان احنا امريكا شريك استراتيجي بنضع امريكا مسئولياتها وفتح معا ملف المية وتكلم على الامن المائي وتكلم على ان لابد من احنا نراعي مسألة الامن المائي للدول العربية عموما وكلم على مسألة الارهاب وقال له ان احنا امريكا شريك استراتيجي وريد ان تبقى شريك استراتيجي في مكافحة الارهاب سواء بشكل مباشر او بامدادنا بالمعلومات اللازمة في اطار تعاون امني او تعاون استخباراتي يعني كل ده كان في المؤتمر الصحفي وكانت حاجة هيلة جدا ومؤتمر ماشي تمام